بسم الله الرحمن الرحيم والموظفين نتحدث خلال الفصل على مكونات السجل المزايا والتحديات والمشاكل اللي ممكن تكون من استخدام السجل التقليدي بين قسين الورقي لا شك أنه النظام المحوسب يحتوي على مجموعة كبيرة من الأنظمة الفرعية التي بكلها تتكامل مع بعضها البعض من أجل تقديم الخدمة الصحية سواء كان السجل الصحة الإلكتروني أو أنظمة الأوامر الطبية الإلكترونية أو نظام معلومات المختبر أو نظام معلومات التمريض أو نظام معلومات الأشعة وما إلى ذلك من هاي الأنظمة السجل الصحي الإلكتروني أو Electronic Health Record أو ما يسمى بال Medical Health Record السجل الطبي أو ما يسمى بسجل المريض الإلكتروني يعتبر حجر الزاوية المقصد في حجر الزاوية هي نقطة انطلاق ونقطة تجميع في نفس الوقت هي أساس من أساسيات توزيع الخدمة فيمثل نقطة مركزية فيها تنصب كل الأنظمة الفرعية ومن خلالها تنتقل وتتفرع إلى عدة قنوات هل السجل الصحي الإلكتروني يختلف عن السجل الصحي التقليدي؟ يختلف ويتفق يختلف من ناحية الطبيعة والخواص الإلكتروني واضح أنه جهاز وحاسوب وما إلى ذلك الورقي أمر مختلف التقليدي عبارة عن كلاسير ومكونات داخلية مجموعة من النماذج والأوراق الموجودة هذه من ناحية الطبيعة والخواص هنا الاختلاف لكن هو يتفق من ناحية الوظيفة والهدف يعني ما يتم داخل الملف الإلكتروني هو نفسه يتم داخل الملف الورقي ولكن تختلف الطبيعة وتختلف الخواص زي ما قلنا تتفق في الهدف وتتفق بالوظيفة ولكن الإلكتروني هو أكثر فائدة وأكثر سهولة في التعامل فيه دقة أكثر بساعد على تسهيل التواصل ما بين أعضاء الفريق الواحد داخل المستشفى الواحدة بسهل عملية التكامل ما بين الأنظمة الفرعية بساعد على فكرة اللامركزية يعني لما بيبقى الملف موجود في المستشفى إذن مش كل الأقسام الفرعية بتقدر تتعامل معها إلا غير من خلال مراصلات ورقية لكن لما بكون هو نظام إلكتروني بتكون كل هالأقسام الحوالي 21 نظام فرعي موجود عندها نسخة عن السجل الإلكتروني الملفات كل واحد طبعا حسب اللي هي المساحة أو النافذة التي يسمح له بالمشاهدة والاطلاع وإمكانية الإضافة على هذا السجل شو تعريف السجل الصحي الإلكتروني؟ عرفته الجمعية الأمريكية للمعلومات للمعلومات ونظم إدارات الصحية على أنه سجل طبي بالصيغة الرقمية يحتوي هذا السجل على كافة المعلومات الشخصية الإدارية المالية الخاصة بالمريض يحتوي على معلومات باست ميديكال هستوري عن التاريخ المرض السابق والشكوى الحالية والتشخيص وما تم إجراءه من فحوص للعمل من العلامات الحيوية الفيتال ساينز أو ما تم إجراءات مخبرية أي كان حسب النوع الأنواع اللي حكينا فيها سواء كانت إشعاعية أو فحوصات مخبرية كل أنواع اللي هي التشخيص أو فحص جسماني وما تم إعطاؤه والتدخل سواء جراحي أو تدخل طبي الاتحاد الأمريكي لإدارة المعلومات الصحية قاله عبارة عن مستودع وليش مستودع؟ لأنه عبارة عن مكان يستوعب كافة المعلومات وكافة البيانات وكافة التدخلات التي تخص هذا المريض إبارة عن مستودع يشمع على جميع المعلومات الخاصة بالمرضى يعتمد بكله على الكمبيوتر بكافة الإمكانيات المتطورة إله ويقوم بتخزين ومعالجة وحفظ واسترجاع المعلومات وقتما تم التعامل طيب شو هي المكونات المعلوماتية للسجل الصحي كل إشي موجود بالنظام السجل الصحي الإلكتروني كل إشي موجود بالسجل الصحي التقليدي ونفسه موجود في السجل الصحي الإلكتروني فمن المعلومات الموجودة كافة المعلومات الخاصة بالمرض سواء بيانات إدارية بيانات تعريفية بيانات الإدخال والبيانات المالية سواء بيانات تشخيصية بيانات علاجية بيانات تخص التاريخ المرضي الحالي والسابق وما إلى ذلك أرقام معقدة نتيجة لفحوصات مخبرية ونقول معقدة لأنه لا يستطيع أن يفهم هذه الأرقام إلا أهل التخصص من أطباء وأخصيين تحليل ومرضين وما إلى ذلك زي فحوصات الهرمونات الدم وما إلى ذلك صور رقمية لأجزاء الجسم سواء أشعة سيمية أشعة إكس أو الأشعة المقطعية أو الرانين المغناطيسي بيكون كمان موجود عروض فيديو من ضمن اللي هي لوظائف الأعضاء زي رسم القلب مثلا أو المناظير أو أفلام قسطرة القلب معلومات أيضا تعتمد بشكل مباشر تساعد ممكن الرجوع إليها للإحتياج فيما يتعلق بعمل إحصائيات ودراسات وأبحاث لها علاقة بالبيانات الموجودة بداخل الملفات مراحل تطور السجل الطبي مر السجل الطبي بخمس مراحل كان بدايتها منذ آلاف السنين كان يعني عبارة عن توثيق بسيط للعمليات الجراحية التي كانت تتم للمرضى يعني كان أبرزها في الحضارة الصينية والفرعونية كان يسجل فيها على الأحجار أو كان يسجل على المخطوطات الجلدية أو كان يسجل على ورق بردي يعني شغلات بسيطة جدا المرحلة الثانية يمكن أبرع فيها العالم الإسلامي وكانت هاي في أوائل القرن العاشر الميلادي اشتغلوا فيه على يعني تدوين ملاحظاتهم الطبي فيما يتعلق بالمريض وشكه المريض كان يعني محور السجل الطبي هو المريض نفسه وكان أول من تحدث عن الإنسان بكله يعني زي ما نحن بحكوا بالصحة من الرئيس إلى أسفل القدم وهنا يعني ظهرت لعملية التوثيق في هذا الأمر في التاريخ الإسلامي المرحلة الثالثة كانت مرحلة القرن الماضي بإنشاء ملف أو إنشاء قسم خاص للملفات الطبية الصحية أو الطبية وتسجيل كافة البيانات بشكل أوضح في المرحلة الرابعة يعني بدأ يظهر السجل الورقي بشكل السجل الإلكتروني بشكل بادئ بسيط يعني مش كل الدول كان معظم الدول في الستينات هذه المرحلة كانت معظم الدول كانت تعتمد على السجل التقليلي ولكن كثير أو بعض من الدول المتقدمة اعتمدت على السجل الإلكتروني وكان الهدف حسب يعني أو الدراسات بتقول أنه كان الهدف من هذا يعني هاي التوجه نحو الإلكتروني نحو الملف الحسابي الخاص بالمريض له علاقة بحسابات اللي هي بالمريض بالإضافة طبعا إلى المحتوى الآخر المتعلق بالبيانات الإدارية والبيانات التشخيصية والطبية والتحليل المرحلة الخامسة هي مرحلة الثمانينات حتى الآن مع بعض التحديث أولا بأول فيه اللي هو السجل الإلكتروني بدأ يأخذ اللي هو الصورة الحديثة إلو زي ما احنا بنشوف اللي هو البعض منها يمكن بعض الدول قطعت أشوات متقدمة جدا والبعض ما زال يجرب زي عنا يعني بيعتمدوا على السجل الإلكتروني وبيعتمدوا كمان على السجل الورقي لكن موصلنا لمرحلة لأنه كليا نستغني عن الأوراق واللي اعتمد كليا على السجل الإلكتروني مزايا وفوائد وأهداف السجل الصح الإلكتروني يعني لخصت في كتاب لعالم اسمه بيفور حكى فيه على أهم المزايا للسجل الطبي وقال إنه من أهم المزايا التخلص من الورق وإذا بنحكي على التخلص من الورق بنحكي على تكلفة أقل بنحكي على الفاقد أقل بنحكي على يعني تقليل من بطء الحركة وتقييد العمل لما نيجي كلنا بندخل الاندكس كلنا بنشوفه عبارة عن مكان كبير عدد كثير جدا من الملفات هاي الملفات كلها تأوراق يعني وبتعيق الحركة وإمكانية اللي هو يعني لو بنحكي على استرجاع للمعلومات ممكن تكون مشكلة خصوصا إذا كان في حفظ بطريقة خاطئة الميزة الثانية يعتبر السجل الصح الإلكتروني نقطة التقاء لجميع الأنظمة زي ما حقينا في بداية اللقاء يعني هو يعني حجر الزاوية تلتقي كل الأنظمة الفرعية عنده وتتوزع أيضا أعمالها من خلال هذا السجل ثلاثة بتيح فرصة خلق التواصل ما بين أفراد الفريق الواحد بسهولة أكثر يعني بتنسحب عينة الدم اليوم الدكتور بيبقى في جسم الاستقبال بيطلب فحص سي بي سي بتنفحص العينة بترجع النتيجة مباشرة صار في عملية أستغلين فيها عن أني أنا أقعد أنتظر كتير أو أقصل وأستعجل بمجرد نطلع النتيجة حتلاقيها وصلت مباشرة بشكل محاوسة من النزايا أيضا بوفر إمكانية ربط المستشفيات مع بعض طبعا إذا كان ضمن مضلة نظام صحي موحد يعني بدي أحكي على مستشفيات وزارة الصحة مثلا كلها بتتبع لإدارة عامة واحدة ممكن ربط ما بين المستشفيات بشكل سلس بساعد على تحسين ودقة البيانات المسجلة وهذا بدوره بساعد على تقليل الميديكال ايرور أو ما يسمى بيه الأخطاء الطبية اجدخل السجل الإلكتروني في الميديكال ايرور أو في الأخطاء الطبية لو جينا نحكي على دكتور كتب رشدة علاج لمريض أو وصف علاجية للمريض كتير بنكتب أول حرف وثاني حرف وبعدين بتتكمل هاي مفهومة لدى الأطباء مفهومة لدى الفريق المساعد التمريض والصيدلي وكذا لكن قد تحتمل الخطأ بالنظام الإلكتروني هو في عندي قاهدة بيانات خاصة بكافة اللي هي أنواع العلاجات اللي موجودة فحتلاقي عنده الـ اي سي ام او يسمى بالحقوق الخمسة في إعطاء العلاج ما بيقدر الجهاز يستقبل منه إلا غير تقول لي إيش اسم العلاج طبعا المريض الصح الجرعة الصح طريقة الإعطاء بالفم بالوريد أي كان والوقت المحدد البدكية هاي الخمس مكونات بسموها الفايف رايس أو الحقوق الخمسة في تقديم العلاج للمريض بنعمل حنيتها ضغطة مباشرة بتم اللي هو إرسال الأمر الطبي بساعد في تحسين جودة الخدمة الصحية من خلال طبعا توفير المعلومات الخاصة بالمرضى في الوقت المناسب وبشكل سريع إمكانية سهولة وسرعة وصول الأطباء ومقدمين الخدمات الصحية إلى المعلومات الخاصة بالمرضى سواء من خلال جهاز الحاسوب أو من خلال تطبيقات بتنعمل على الجوال وصار ممكن المريض أو الطبي يتابع المريض يتابعه وهو في البيت وبعرف كل إشي صار معه بشكل مباشر رفع كفاءة الخدمات الصحية بتوفير التكاليف يعني إحنا لما نقول حيز كبير جدا للإندكس وفرنا كما كان عدد موظفين اللي هم علاقة بالأرشف والحفظ وما إلى ذلك كمان وفرنا الانفاق اللي بده أنفقه على أوراق بروح بتوفر أو ممكن يستفاد منه في أماكن أخرى الجهد المبدول من الموظفين كمان أنا قللته واستفادت منه في أماكن أخرى الميزة الأخيرة العاشرة سهولة البحث عن المعلومات الخاصة بمريض أو حالات مرضية معينة في أي وقت من الأوقات بعد عديد من السنوات ممكن أصل إلى اللي هو أي شيء تقدم لهذا المريض وفتح ملك وهذه تعتبر من المزايا العشرة لاستخدام السجل الصحي الإلكتروني طيب إذا كان في مزايا للنظام السجل الصحي الإلكتروني في إخفاقات في سلبيات في مشاكل بتعاني منها الأنظمة الصحية بسبب وجود الآن اللي هو السجلات الطبية الورقية أو التقليدية هذا بدوره دفع نحو التوجه للإمكانية تطبيق السجلات الإلكترونية فمن المشاكل ازدواجية السجل الطب للمريض واحد بتلاقي المريض بدخل اليوم وبعد سنة وبعد شهر وبعد ست شهور وبعد ست سنين بنفتح له في كل مرة ملف وهذا بنسميه يعني أخذته بالسجلات الطبية ضمن الترقيم المتسلسل مش الترقيم الموحد فمن عمل أكتر من ملف في كل مرة بنفتح ملف جديد وغلبة جديدة وإنفاق أكثر وجهد مبدول بكون أكثر اتنين تكدس المعلومات اللي هي طبعا بتأدي إلى تكدس الملفات والنماذج الموجودة اللي هي حتى يخد عندي حيز أكتر وتكلفة أكثر ثلاثة عدم الوضوح في بعض النماذج خصوصا يعني أحيانا بتنحفظ بطريقة خاطئة أو ممكن تكون فيها بعض البيانات اللي تم تسجيلها بيانات يعني محدودة البيانات اللي موجود فيها مش كاملة عشان هيك بنلاقي إنه في عندي مراجعة كمية ومراجعة كيفية حتحكي عنها لاحقا ممكن بعد فترة من الزمن الحبر نفسه يتراجع اللون ابتبعه فبأثر على يعني إمكانية قراءة ومراجعة النص الموجود من المشاكل أيضا إهمال وتقصير العاملين نتيجة العمل الروتيني الممل يعني فيها روتين أكثر كل يوم بدي أعمل عملية الحفظ والأرشف بنفس الطريقة ممكن أقول خليها لبكرة ممكن يجي نعيد إجازة سبوع زمن نضطرها الملفات كلها تتكدس عندنا لحد ما نرجع تاني حيأثر يكون فيه مجال الحفظ الخاطئ أو فقدان بعض الأوراق من المشاكل صعوبة استرجاع الصجل وخاصة الملفات المحضور فوضة بطريقة خاطئة وهذا أمر طبيعي وتحدثنا فيه المشكلة السادسة البطء والتأخر في وصول المعلومة بختلف طبعا عن لما يكون فيه عندي نظام إلكتروني شوف أنت مراسل لما يروح ودي العينة ويرجع تاني على القسم ونقول له رحات العينة النتيجة قد إيش ممكن ياخد معنا وقت وممكن يكون فيه عنده شغل تاني يشتغل أكتر من شغلة ممكن تفقد منه الورقة لكن بالنظام الإلكتروني سريعا بمجرد في وصول النتيجة أو خروج النتيجة هتلاقي وصلت إلى الأقضيب المختص عدم احتواء السجيل على كافة المعلومات زي عدم وجود بعض الفحوصات بعض الأشعاعات بعض البيانات بعض الأوراق وسبب فقدانها أو الإهمال في تدوينها وتوثيقها هاي تعتبر من المشاكل والسلبيات بسبب وجود الاعتماد على السجل التقليلي التحديات التي تواجه السجل الصح الإلكتروني فيه خمس تحديات أساسية أولها حاجة المستخدمين إلى المعلومات كثير الناس بتتعود على النظام سواء كان روتيني يعني تقليدي فبيعتمد بصير يعتبر خلاص من نمط العمل التقليد اللي هو اللي موجود والروتين لكن ما يجري تحول من مجال عمل تقليدي إلى إلكتروني يعتبر تحدي حتى ينجح مهم جدا يعني إشراك الفنيين في وضع الرؤية للتعامل مع هاي الأنظمة المعلومات عشان يقول إيش هما اللي بيحتجوه ففي عملية التصميم الذهني بشكل عام وضع الفكرة يجب أن يشركوا فيها إنما التصميم العملي له علاقة بالأخصائيين الـ اللي هم ممكن يوضع الفكرة عشان يقولوا أهل مكة أذرة بالشعاب تحدي الثاني ضرورة إقناع مقدمين الخدمات الصحية وهذا طبعا من خلال إظهار مدى الفائدة اللي ممكن تعود قديش بيساعد في تقليل الأخطاء قديش هو برفع من قيمة البحث العلمي وأمكانيات الحصول على المعلومات وعمل الإحصائيات تمام قديش هو بيزيد من دقة العمل قديش هو بيعمل لا مركزية في الملف الصحي وقديش ممكن يسحل علينا يوفر علينا موضوع من الوقت هاي تعتبر من الأساسيات فيما يتعلق يعني بالنقاط الأساسية اللي نقنع فيها الفريق اللي بدي يتعامل مع النظام ويتحول من التقليد إلى نظام إلكتروني ثلاثة من التحديات سهولة بالوصول أقيد أخصائي اللي مخلص هندسة إلكترونيات واللي مخلص حسوب وكذا والآي تي بيختلف بإمكانيات في التعاون مع الأنظمة المعلوماتية المحوسبة عن الطبيب وعن الممرض وعن خصائي التحاليل وعن الإدارة الصحية وما إلا ذلك عشان هيك مطلوب أنه يكون فيه أنظمة سهلة الاستخدام لهذا الفريق الغير متخصص في الآي تي وفي الحوسبة أربعة يعني إظهار وإيجاد ووضع المعايير مقصود فيها هنا عساس أقارن ما بين ما قبل التطبيق وما بعد التطبيق وضع معايير قديش هي بالفعل بدأتقلل عندي من الأقطار قديش هي بالفعل قديش ممكن تقلل من التكاليف قديش أنا ممكن أشعر بقيمة البحث العلمي وسهولة الوصول إلى المعلومة قديش بالفعل هي ممكن تحقق للدقة والسرعة في الوصول إلى البيانات تمام والمعلومات هاي تعتبر من ضمن المعايير التي يجب وضعها التحدي الخامس تحدي اجتماعي وتحدي قانوني حتى نتحول لا فكرة تحتاج إلى إقناع تحتاج إلى غطاء قانوني في التعامل قصوصا نحن بنحكي على أنظمة محوسبة يعني فيها كرز في ناس ممكن يدخلوا قراصنة انترنت ممكن يدخلوا على قواعد البيانات ويصلوا على أسماء وملفات ومعلومات بتخص هالمجتمع بتخص أشخاص معينين وهذا محددات يعتبر تحدي عشان هيك مهم جدا قصوصية وأمن المعلومات مهم جدا أن يكون في يعني غطاء قانوني الغطاء القانوني حنشوف في نهاية المحاضرة في حالة تفريط غرامة مالية ليست بالقليلة وفي السجن قد يصل إلى عشر سنوات في حالة تفريط به اللي هي البيانات الإلكترونية الخاصة بالمرضى التحدي السادس والأخير التكاليف مقابل المميزات وهنا مهم جدا أنه أنا بحكي يعني فيه مردود مالي فيه مردود جودة عمل وهذا مهم جدا كمان مش على حساب أنه أنا بدي أفرض في الإنفاق حتى أصل إلى توفير هالبرنامج يعني بدي أراعي شغلات بتكون سمبل بسيطة وإشمالها أفوردابل يعني ممكن سهلة الوصول ماليا يعني أنا ممكن أنا أطبقها يعني لم نجي أحكي على النظام الصحي الفلسطيني منقول عن نظام ركيك وإمكانية ومحدودة بسبب الوضع اللي موجود وقلة الموارد المالية فإحنا مش هروح أنفق أنا على حساب أجهزة وتقنيات وتكنولوجيا معينة وأدوات متقدمة وتدريب صحي وعمالة وتوظيف عشان أعمل برنامج على رغم أهميته فلازم يكون يعني فيه نوع من الموازنة فيه موضوع اللي هي التكاليم يعني أنا إذا بدي أنفق بدي أعمل ميزان ما بين التكلفة وما بين الميزة إذا كانت تفوق هاي الميزات إذن إحنا بنحكي على إمكانية يجب أن يتم الدفع من خلالها النظام الإلكتروني الثاني نظام فهرس المريض العام وتسجيل المرضى زي ما هو معروف الفهرس يعتبر يعني هو المدخل أو مفتاح السجل الطبي لاجتماله على المعلومات الأساسية الخاصة بالمريض كالبيانات التعريفية الاسم العمر رقم من هوية تاريخ الميلاد كبيانات أساسية وأي خطأ في عملية الإدخال ستؤدي إلى خطأ أو عدم الوصول للملف الطبي في مرات لاحقة وهذا بحد سيؤدي إلى تكرار فتح ملفات جديدة عشان هيك تم إيجاد هذا اللي هو النظام نظام فهرس المريض يعتبر نافذة إلكترونية يفضل أن يتم تعبئة البيانات من خلالها بتعبئة عن طريق رقم الهوية كمدخل أساسي وتعريفي ومنفرد ولا يمكن تكراره مع أي شخص عبر الزمن النظام الثالث نظام معلومات الدخول والخروج الخاص بالمرضى ولهذا النظام مجموعة من الفوائد منها تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمريض عند الإدخال سواء بيانات تعريفية زي الاسم الديمغرافية الاسم والعمر تاريخ الملاد رقم الهوية الجنس العنوان وبيانات إدارية وبيانات مالية متعلقة بالتأمين أو الدفع المباشر أو التغطي أي كانت في دخوله حسب حالة الدخول كمان حالة الدخول بيانات خاصة بحالة الدخول يعني جاينا ماشي جاينا على السرير زينا محول من أي مكان بتكون ضمن البيانات الأساسية التي يتم تسجيلها اثنين يعطي هذا البرنامج أو هذا النظام المعلومات رقم طبي للمريض وهذا الرقم الطبي بالعاد لن يتم تكراره بعد هيك لأنه في مرات دخول لاحقة سيتم التسجيل أو البحث عن طريق رقم الهوية أو الرقم الطبي إذا كان موجود معه فسيتم اللي هو العثور على بياناته بشكل سريع ولن يتم تكرار فتح ملفات أخرى يقوم هذا البرنامج بحفظ المعلومات المطلوبة عن المرضى الداخليين يعني في مرضى مثلا في عليهم ذمى مالية على سبيل المثال دخل عن طريق التزام فسيظهر الدم المالية أو الالتزام المالي اللي موجود عليه يسهل عملية تبادل المعلومات والتواصل ما بين مكتب الدخول والخروج والأقسام الأخرى زي أقسام المبيت جراحة حرجات جراحة حرين أي كان أقسام السجلات الطبي اللي هي بتحتفظ بالسجلات وتعمل أرشف إلهم أقسام الاستعلامات الخدمات الفندقية كل هاي أقسام زي ما حكينا أنه بسمح بعملية اللي هي تكاملية ما بين الأقسام وتسهيل عملية التواصل كمان من فوائده أنه بنظم مواعيد الإدخال يعني مثلا حجز اللي هو العمليات حجز أيام الدخول إذا له عملية يوم السبت بيعمله دخول أو يوم الأحد بيعمله دخول يوم السبت مثلا تمام بناء على برمجة موجودة وممكن يكون فيه نظام أسمأس رسائل بيرسل إلى المريض في التدخيل فيه في التدكير فيه اللي هو التوجه للعيادة من أجل إدخاله وهذا طبعا بيكون فيه حالات العمليات اللي أكتب بسموها اللي هي الاختيارية اللي بيكون إلهجة دولة لاحقة تقديم معلومات فورية عن وضع الأسرة بالمستشفيات وهذا بساعد فيه اللي هو تحسين إمكانية استغلال الموارد اللي موجودة وين فيه عندي أسرة ملانة وين فيه عندي أسرة شاغرة بيكون فيه على الطلاع بشكل دائم متابعة آنية للمعلومات الخاصة بالمريض يعني لو مريض تحرك من قسم الباطمة وانتقل إلى العناية القلب أو على العناية المركزة أو قسم آخر بيتم اللي هو بيعطيني صورة مفصلة سريعة أولا بأول البرنامج بساعد فيه إعداد وتجهيز التقارير الشهرية سواء خاصة بأعداد المرضى الموجودين وأقسام المبيئة الموجودين فيها المتابعة للأسرة الفارغة اللي ممكن يتم إشغال فيها مرضى يعني كل البيانات الإدارية الخاصة بالمرضى ودخولهم بساعد في التعامل معها بساعد في تقديم إحصائيات عن أعداد المرضى وأعداد الدخول وطبيعة اللي هم الفترات اللي دخل فيها فترات صباحية أو مسائية أو ليلية ممكن يتم ربطها بأرطباء معينين بيكون عندهم فترة الدخول أكثر من غيرهم وما إلى ذلك بيقول بعملية من وظائفه تعديل فوري لتكاليف المعالجة تبعا لحركة المريض داخل المستشفى يعني في مرضى في مستشفيات خاصة ممكن يكون في غرفة يعني مع مرضى آخرين لكن لو انتقل لغرفة خاصة بتكون التكلفة فيها أعلى والخدمة فيها أعلى عشان هيك التكاليف بتكون أعلى هذا بساعد في اللي هو الحسبة والجدولة فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بهذا الأمر النظام الرابع نظام ترميز وفهرسة الأمراض والعمليات الكودينج معروف أنه في عنا اليوم الاي سي دي تن الإصدار العاشر لتصنيف الأمراض يتم اللي هو حفظ أو خلينا نقول أرشفت وفهرسة حالات المرضية داخل المستشفى حسب الاي سي دي هذا له فائدتين مهمتين الأولى الاحتفاظ بفهرس كامل ودقيق لكافة الأمراض التي ادخلت للمستشفى والإجراءات التي تم اللي هو العمل بخصوصها الحاجة التانية بيعطينا تقارير فورية ومحدثة عن البيانات الخاصة بالمرضى يعني لو بدي أجي أقول معدل توزيع الحالات من مرض الحمى الشوكية اللي دخلت بالمستشفى معدل توزيعها عمريا أو جغرافيا أو حسب الجنز تمام أو حسب الطبيب المعالي هذا بيعطيني قاعدة بيانات مفصلة طبعا هنا في طريقتين لعملية اللي هو التعامل مع البرنامج في طريقة بيقوم فيها الفن السجلات الطبية بإدخال البيانات الخاصة بالمريض التعريفية مع الترميز اللي كتب الطبيب حسب اللي هو التصنيف الدولي للأمراض وفي ممكن يكون الطبيب الفن السجلات الطبية هو عمالي بيدخل البيانات التعريفية للمريض ومباشرة بيظهر إليه إيش التصنيف حسب ما أدخله الطبيب بنفسه لكن مشكلة هذه الطريقة الثانية إنه ممكن يكون الطبيب ما أدخلش مثلا التصنيف الدولي ICD وهذه طبعا بنرجع فيها للطريقة الأولى مع إنه وجهة نظر أنا تفضيل الطريقة الثانية عشان قراءة الأخصائي هذا السجل الطبي والسيكريبتاريا ممكن لا يعني ما يستطيع إنه يقرأ التشخيص حسب نقص أو كتابة الطبيب لنوع التشخيص اللي موجود هذا بحد ذاته قد يدخل في عملية خطأ فالأفضل إنه يتم إدخاله من خلال الطبيب النظام الخامس النظام المراجعة الكمية والنوعية لإستجلات الطبية وهنا المقصود إنه فن الإستجلات الطبية يقوم براجعة الملف بشكل واضح يشوفوا الملفات المكتملة والملفات الناقصة مراجعة كمية يعني المفروض إنه فيه عندي عشر أو احدى عشر نموذج أساسم للنماذج الموجودة لو كان أقل إذن فيه عندي نقص نعمله صورة منظار وكان موجود من ضمن الطلبات اللي موجودة النموذج هذا مش موجود يكون هذا من المراجعة الكمية المراجعة النوعية إنه محتوى النموذج نفسه غير مكتمل البيانات يعني البيانات تعريفية يمسجل فيها الاسم ومسجل رقم المريض والرقم الطبية ورقم الهوية والجنس والقسم اللي موجود فيه هذا يعتبر من ضمن المراجعة النوعية والتي يجب أن يحتوي عليها السجل ويقوم فيها خصائي السجل الطبي النظام الساجس نظام معلومات الطوارئ أو الامرجنسي سيستم وهذا طبعا من اسمه يتم في أقسام الطوارئ يتم فتح ملفات ونماد جديدة وتذاكر جديدة للحالات التي هي الطوارئ التي تدخل المستشفى مسجل فيه حالات القضائية على اختلاف أنواعها مثلا حوادث الطرق الإصابات الإصابات الإحتلال المشاكل حالات السقوط من علو حالات الانتحار إصابات العمل أي انداء طبعا البرنامج هذا يسمح بحاجة اسمها mass entry mass entry يعني لأنه قسم طوارئ يعني ممكن تدخل عنا عدد حالات مرة واحدة بشكل كبير في الحالات اللي ممكن تكون مثلا انفجارات بيكون في عدد كبير من الإصابات الحروق ممكن يكون عدد كثير من الإصابات لا سمح الله زلازل براكين ممكن تكون من يعني يسمح هذا البرنامج بتسجيل بيانات عدد كبير من الحالات في وقت واحد وهذا البرنامج بيعتمد عليه كثيرا في كتاب تقرير ما يسمى بتقرير الحوادث اللي عليها مثلا نقدر نقول إنه هذه إصابات الحراك زي ما الأحداث اللي كانت آخر شي عنا أو إصابة انتفاضة أقصى أو إنه هاي إصابة ويحتاج لتقطية تأمين فبيعتمدوا فيها على تقرير الحوادث على الحالة اللي دخل فيها المريض من ناحية اللي هو البيان القضائي فيما يتعلق بهذه الحالات في النظام السابع نظام معلومات العيادات الخارجية والمواعيد المركزية أو ما يسمى والأبوينتمنت سيستم أبوينتمنت معلتها اللي هو النظام المواعيد أوت بيشون سيستم اللي هو نظام العيادات الخارجية بهذا النظام يتم تجيل زيارة المريض للعيادات الخارجية إيش تم إجراء له من فحصات ومن إجراءات ومن تدخلات إيش التشخيص النهائي يتبعه وفق اللي هو برنامج أو ما يسمى بالاي سي دي تن الزهر العاشر لتصنيف الدولة للأمراض النظام هذا بقوم بجدولة المواعيد وتحديد الوقت المناسب لكل حالة من الحالات على كل قسم من الأقسام أو عيادة من العيادات بين غسين الطبيب الأخصائي وهذا حتى يعني يسمح من خلال نظام الأبوينتمنت أو المواعيد بعدم تكدس الحالات في وقت محدد بيسمح هذا البرنامج بطباعة ورقة وإعطاءها للمريض أنه ساعة تسعة وربع ما وعدك مثل المريض التاني طبعا حسب نوع القسم أو الطبيب اللي بدي نعرض عليه المريض ممكن تكون عشر دقايق ممكن ربع ساعة ممكن تنت ساعة حسب قديش ممكن ياخد فبتم جدولة الحالات ساعة تسعة تسعة وربع تسعة ونص عشر على سبيل المثال وهذا بحد ذاته بسمح للمريض أنه يحضر في وقت محدد لن يتم التعامل معه لا قبل ولا بعض ولا بعد ويفضل عدم حضور المريض لا قبل ولا بعد حتى ما يكون فيه تكدس للحالات في وقت معين البرنامج هذا يعني بناء على نظام الأبوينت أو نظام المواعيد بتم إمكانية قراءة أو استقراء ما سيتم العمل به غدا بمعنى في العيادة الخارجية بيكون محدد عندي قديش في عندي حالات كل عيادة من هذه العيادات اللي موجودة حسب الطبيب الأخصائي بدي يستقبل عشر أو خمس عشر حالة أو أكتر أو أقل بتم تحضير الملف ووضحها في العيادة اللي سيتم العرض المريض على الطبيب الأخصائي فيها قبل اليوم بتكون عارف ومجهز إيش الشغل اللي بدي يكون موجود هذا بيوزع يعني بيحافظ على نوع من العدالة في إعطاء لكل مريض الخدمة بتبعته بيقلل الجهد الكثير اللي ممكن يكون على المهنيين المساندين والممرضين وعلى قسم المختبر والأشعة لأنه فيه ناس بتتكرر كثيرا على اللي هي المستشفى البرنامج هذا مش هيسمح إليك على الأقل خلال 72 ساعة زي ما كان فيه برنامج في مركز شهداء الرمال الصحي بسمحش إنك ترجع على الطبيب نفسه خلال 72 ساعة والبرنامج هذا ما بيسمح إليك بإصدار بطاقة حتى تدخل على المريض هذا البرنامج بساعد ممكن يعني يكون متطور أكثر وسهل أكثر من باب التخفيف على الناس السهل أو الحجز عن طريق اللي هو الإنترنت بشكل مباشر البرنامج ممكن يكون فيه نظام SMS أو لسالة تذكير إنه المريض عيادتك كذا كذا الساعة واليوم اللي ممكن يحضر فيها هاي ممكن يعمل لمقارنات في عدد الحالات حسب الفترة الدوام فترة صباحية أو مسائية ممكن يعمل لمقارنات بعدد المترددين على قسم دون الأقسام الأخرى أو على أخصائي في العيادة الخارجية مثلا أخصائي الحروق أخصائي جراحة الأعصاب باطن أعصاب أي إن كان قديش معدلات الحالات من الناس اللي ممكن تروح على الأقسام أو على العيادات بشكل مختلف من ضمن فائدة أو الأهمية لهذا البرنامج بيقوم بعمل الفواتير اللازمة مع ترحيل الفواتير مباشرة إلى قسم المحاسبة من أجل عمل حسبة المالية لكل تكلفة علاجية ممكن تنطلب من المريض وهذا طبعا بيكون في حال مستشفيات خاصة أو عدم وجود اللي هو تأمين يعني متوجه المريض إلى عيادة حكومية وما فيش مع تأمين بيتم اللي هو حسبتها وجدولتها ماليا للمريض بهيخ بيكون أنهينا الجزء الأول من الفصل الرابع نستكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية الأنظمة نضام معلومات المختبر والأشعة والصيدلة وما إلى ذلك ونختم في الفصل الرابع إن شاء الله وفقكم الله لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله